ينطلقون من أنهم لا يضرهم من خالفهم ولا من عداهم ولا من خاصمهم وهذا هو منطق المقاومين المقاومين الذين يحملون قضايا وقضايا مهمة وقضايا أساسية وقضايا الحرية وقضايا الشعوب وقضايا الحق بمعنى الواسع لا يضرهم من خالفهم لا يضرهم من هاجمهم لا يضرهم من خصمهم لا يضرهم من أنشأ الأكاذيب خلق اختلق الأكاذيب والبهتان وكم عايشنا ونعايش هذه الأصناف من الناس مرات بعض الناس يسألوني يقولوني هناك هذا الموضوع أو ذاك الشخص أو قال هذه أو قال فإجابتي بسيطة لو كان نبقى نهتم بكل سفيه بكل ناعق بكل كاذب بكل مخادع حتى لو كان معنا في فترة سابقة لو كان نبقى نهتم بمن ظهروا في قنوات العصابة أو لم يظهروا نضيعوا البوصلة لو كان نبدأ نرد على كل من تحدث بباطل من حق الناس أن تبدي آراءها من حق الناس أن تبدي مواقفها أو تبدي اعتراضاتها من حق الناس لكن أولئك الذين يكذبون بلا حدود يخادعون تجدهم مبتزين ومفسدين وخوانة وجواسيس ويتهمون الآخرين بها أو يشيرون عليها أو ويريدك أن يريدك هو أو بعض الناس أن ترد عليهم باش تضيع البوصلة باش العصابات ستصفق ليلة نهار تفتح فمها إلى غاية 16 لو كان هذه ما يقارب الآن 30 عام في هذه المعركة فيما يخصني لو كان ضيعت البوصلة لو كاني ضعت منذ ذلك الزمان مئات الأشخاص كذبوا ونشروا البهتان والأكاذيب والاختلاقات ومنطقي ومنطق الأحرار وهنا نحن نراه في غزة في غزة غزة تواجه مش مقام غزة تواجه دول بكل إمكانياتها بذبابها بأذنابها بقنواتها بسفراتها بقنصلياتها بمخابراتها بعملائها ولكنهم ثابتين على الهدف بذلك نحن جميعنا نتعلم من هذا الثبات الأسطوري ومن هذا الوضوح وضوح الرؤية يجب عمرك فرانسيس عندنا مثال يقول لك قطار سريع لا يتوقف في المحطات الصغيرة وإلا ما يصبحش سريع ولذلك علمنا القرآن قبل 14 قرن فقال وأعرف عن الجاهلين وقال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامها لماذا اشتبقى مركز على معركتهم معركتنا مع العصابات فيما يتعلق بالجزائر معركتنا مع العصابات في مواجهة العصابات كل المخادعين والمتخاذلين والمتلاعبين والسفهاء لن أبدا لن يحرفوا البوصة لنتانا والحمد لله كما قلت هذه معركة ربما بعض إخواني الشباب لرمهنا معايا لم يكونوا قد ولدوا عندما بدأت هذه المعركة منذ 95 فالأمور واضحة عندنا باينة عندنا وسنترك ناعقين ينعقون والكاذبين يكذبون والذين ينشرون البهتان والفساد يفعلون لأن معركتنا واضحة دولة مدنية مشي عسكرية استقلال الشعب الجزائري حرية الشعب الجزائري هذه المعارك الحقيقية